بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلِّم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزِدنا علماً وعملاً صالحاً يا رب العالم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت القادر أن تجعل الحزن سهلا اللهم فاجعل الحزن سهلا وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالم وقفنا عند مسألة الألفاظ وقفنا في اللقاء السابق مبحث الحقيقة والمجاز ووقفنا عنده أليس كذلك عند قول المصنِّف رحمه الله تعالى ويشتركان في الألفاظ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين قال المصنِّف وَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِشَيْخِنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ وَاشْتَرِكَانِ فِي الْأَلْفَاظِ فالواه لمطلق الجمع لا للترتيب ولا للمعية والفاء للترتيب والتعقيم ومن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخلٌ لا ما بعدها وعلى للاستعلاء وفي للضر واللام للملك والاستحقاق وحتى لانتهاء الغاية وحسنته قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشتري كان ضمير التثنية يعود في الكتاب والصنة قال في الألفاظ ويقصد بالألفاظ الأدوات أدوات المعاني ما يسمى في علم النحو وفي علم أصول الفقر بحروف المعاني حروف المعاني فهي موجودة في نصوص الكتاب والصنة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضاً من هذه الحروف فقال فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية الواو لمطلق الجمع والمراد بالجمع أي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذبور قال ثم وصف هذا الجمع بأنه مطلق إذن الجمع معناه التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذبور ووصفه بأنه مطلق ثم فسره بقوله لا لترتيب ولا لمعية فإذا قلت دخل الدار زيد وعمر دخل الدار زيد وعمر فمن الداخل أولاً لا نعلم لا نعلم من الذي دخل أولاً ومن الذي دخل ثانياً من أين من أين قلنا لا نعلم آه لأنها عطفنا بالواو دخل زيد وعمر فمن الذي أفادته الفاء الواو من الذي أفادته الواو في هذا النص الجمع أي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذبور وهو الدخول للدار فلا تفيد الواو الترتيب لا تدل على أن الأولى وهو المعطوف عليه أنه هو الداخل أولى ولا أن الثانية هو الثانية قال ولا لمعيته فالواو لا تدل على القران بمعنى دخل زيد وعمر لا تدل على أن زيداً هو الداخل أولاً وأن عمراً هو الداخل ثانياً ولا أنهما دخلاً مقترنين كل واحد يده بيد صاحبه ودخلاً معاً لا لا تدل على قبلية ولا بعدية ولا قران فمن هنا صحة تعريف الأصوليين وغيرهم للخبر الذي هو قسيم الإنشاء بقولهم محتمل الصدق والكذب لذاته فعطفوا بالواو فلا يقول قائل كيف يقال محتمل الصدق والكذب ونحن نعرف أن الجملة الواحدة إما أن تحتمل الصدق أو الكذب فقولوا محتمل الصدق أو الكذب لماذا لا تقرأ بالواو تأتون بالواو فنقول الواو لا تدل على قران لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلو أن شخصا قال هذا إناء من ذهب فقط فآكل فيه أو أشرب لأن الحديث قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة وهذا ليس إناء من ذهب وفضة إنما هو إناء من ذهب فقط فهل هذا سائق هل يجوز له هذا يجوز لا يجوز طيب لماذا هو قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة وهذا ليس إناء ذهب وفضة هذا إناء ذهب أو إناء فضة فقط كيف نجيو نعم أحسن فنقول الواو لا تدل على القران لا تدل على القران أي المعية وكأنه قال لا تشربوا في آنية الذهب ولا تشربوا في آنية الفضة وليس المراد مقترينين أتشربوا في آنية ذهب وفضة مقترينين معا فضح قال والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه الحقتم الجملة الناقصة طيب والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه في كل شيء بحسبه الفاء أيضا من حروف المعاني قال وهي تفيد الترتيب وإذا قلت دخل الدار زيد فعمر من الداخل أول زيد أحسن ومن الداخل ثانيا عمر من أين عرفنا القبلية والبعدية من حرف الفاء فالفاء مرتبة تدل على أن المعطوف عليه هو الذي وقع له الفعل أولا وأن المعطوف هو الذي وقع منه الفعل ثانيا فلو دخل عمر ثم زيد فقلت دخل زيد فعمر لكان كلاما كاذبا ليس صوابا قال والتعقيب والتعقيب ومعنى التعقيب وقوع الفعل من الثاني وهو المعطوف بعد المعطوف عليه وهو الأول من غير مهلة من غير مهلة فدخل زيد فعمر معناها أن عمرا دخل بعد زيد مباشرة من غير مهلة من غير فسحة في الزمن ولو قال الرجل لامرأته إن دخلت دار زيد فدار عمر فأنت طالب فدخلت دار زيد وبعد سنة دخلت دار عمر تطلق ألا ما تطلق ألا ما تطلق لماذا الفا مرتبة وهي دخلت على الترتيب فنقول والفا أيضا معقبة أي نقع الثاني بعد الأول من غير مهلة وهي وقعت فدخلت الدار الثانية بعد مهلة فلا تطلق قال في كل شيء بحسبه لأن الأحوال تختلف يعني وقوع المعطوف وقوع الفعل من المعطوف بعد المعطوف عليه يختلف بحسب الأحوال فلقلت دخلت دار زيد فعمر فهذا لا يكون إلا إذا دخل بعده مباشرة لكن إذا قلت تزوج زيد فولد له تزوج زيد فولد له أتيت بالفا فهل الفا تفيد التعقيب فنقول نعم كيف تفيد التعقيب وهي ولدت بعد تسعة أشهر فنقول التعقيب في كل شيء بحسبه ولا يعقل أنه يتزوج ثم يولد له بعد يوم أو يومين لا قد من مدة الحمل لكن كما قلنا يعني نقول بحسبه كيف بمعنى أن لا يكون بين الزواج والولادة إلا فترة الحمل فلو تزوج ثم ولد له بعد سنوات ما نقول تزوج زيد فولد له ونحن نريد التعقيب لكن قد نريد التسبيب مثلا أما التعقيب حليذ لا يصح قال ومن لابتداء الغاية من معاني من أولا الأكبر العبارة قال ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين ناضح ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين ذكر بعضا من معاني من فأولها ابتداء الغاية إذا قلت خرجت من مكة إلى المدينة أين ابتدأ من أين خروج ابتدأ من أين فتقول من مكة لأنه أتى بمن ومن الابتداء الغاية وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال فمن أيضا الابتداء الغاية قال والتبعيض وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهل يجب أن يخرج كل ماله أو بعضه بعضه لماذا لأن من للتبعيض ولو قال الرجل لخادمه أو غلامه تصدق من مالي فأخذ مال سيده كله وتصدق به يكون ممتثلا أو يكون مخالفا يكون مخالفا لأنه قال من مالي ومن تفي التبعيض والتبي والتبي واجتنب الرجس من الأوثان من هنا ليس التبعيضية لأن الأوثان كلها ليس لكن بيانية ماضح قال وإلى الانتهاء الغاية من معاني إلى انتهاء الغاية الغاية المكانية أو الغاية الزمانية الغاية المكانية كما قلنا خرجت من مكة إلى المدينة هذه غاية مكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فإلى الانتهاء الغاية المكانية أو الغاية الزمانية ثم أتم الصيام إلى الليل فانتهاء الغاية هنا غاية زمانية قال وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها ما قبل حرف الغاية يكون داخلا في الحكم وما بعدها لا يكون داخلا بناء على مفهوم المخالفة ولهذا كانت الغاية من مفاهيم المخالفة فلو قال زيد عند الحاكم أي عند القاضي لعمر من هذا الجبل إلى هذا الجبل يقول أرضه من هذا الجبل إلى هذا الجبل فإن الذي يدخل في ملك عمر الجبل الأول وأما الثاني فلا يدخل لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبل ها قال وعلى للاستعلاء على من معانيها الاستعلاء إما حقيقة مثل زيد على فرسه فهو يعلو حقيقة وعمر على السطح أي فوقه يعلو أو هذا الحقيقة والمجازي مثل زيد وال على الكوفة فهذا استعلاء لكنه معنوي فهو مجازي قال وفي للظرف ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ففي تكون للظرف وتدخل على الظرف المكاني أو الظرف الزماني إذا قلت صليت في المسجد هذا ظرف مكاني طيب صمت في رمضان زماني الله قال واللام للملك والاستحقاق وكان ينبغي أن يضيف معنا ثالثا بسبب تقارب الثلاثة وهو من يعرف أحسنت الاختصاص يعني اللام للملك والاستحقاق والاختصاص والفرق بين الثلاثة أن الملك تقع إلى بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك من يمكن منه الملك للأشياء هذا المعنى الأول الملك إذن إلا تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك فإذا قلت المال لزيد يعني أنه ملك له وقعت إلى بين ذاتين المال والزيد وتقول الدار لزيد كذلك طيب الاختصاص الاختصاص تقع إلى بين ذاتين أيضا لكنها تدخل على من لا يتصور منه الملك ما لا يتصور منه الملك فإذا قلت اللجام للفرس فاللام هنا اللام الاختصاص مختص به الباب للمسجد اللام اختصاص وقعت بين ذاتين ودخلت على من لا يتصور منه الملك أما الاستحقاق فتكون بين اسم ذات وبين اسم معنى تقع إلى بين ذات وبين معنى الحمد لله اللام هنا لا استحقاق أي كل المحامد مستحقة لله سبحانه وإذا أيضا لو قلت النصر للمؤمنين يعني النصر مستحق للمؤمنين قال وحت وثم للترتيب هذه سقطت من المثل فألحقوها بعد قوله واللام للملك والاستحقاق قال وثم للترتيب من معاني ثم الترتيب وكان ينبغي أن يضيف بعد الترتيب معنى مشهور معنى مشهورا لثم وهو التراخي ثم تفيد الترتيب وتفيد التراخي دخل الدار زيد ثم عمر من الداخل أولا زيد والداخل الثاني هو عمر لأن ثم مرتبة لكنها تفارق الفاء في أن الفاء تفيد التعقيب وثم تفيد التراخي أي وقوع الفعل من الثاني وهو المعطوف بعد الأول وهو المعطوف عليه بمدة قال وحتى الانتهاء الغاية حتى الانتهاء الغاية من معاني حتى انتهاء الغاية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن حتى تفيد انتهاء الغاية هذه حتى الغاية وهناك حتى التعليلية والفرق بينهما دقيق لأنه قد يشتبه تشتبه بعض الأمثلة على الطلاب في التفريق بين حتى الغاية وحتى التعليلية ونقول التفريق بينهما إذا كان الحكم ينقطع بعد حتى فهي الغاية إذا كان الحكم ينقطع بعد حتى فهي الغاية وإذا كان ما بعد حتى علة لما قبلها ويستمر الحكم بعدها فهي التعليلية من يعيد نقول التفريق بين حتى الغاية وحتى التعليلية أن الحكم إذا كان ينقطع بعد حتى فهي الغاية وإذا كان ما بعدها علة لما قبلها ولا ينقطع الحكم بعدها فهي التعليلية المثال مثلا قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون إلى قوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيتا هل حتى هنا غائية أو تعليلية ها يا شيخ تعليلية أو غائية طبقوا عليها الضابط ها يا شيخ تعليلية غائية لماذا أحسن إذن هي غائية لأن الحكم ينقطع بعدها حتى يعطوا الجزية يعني معناها أجاء إلى يهود أو نصارى ثم قبلوا الجزية فأعطوا الجزية نقاتلهم بعدها يولا ينقطع الحكم ها ينقطع فهي غائية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول أيضا لكن لو قلت استقم حتى يرزقك الله استقم حتى يرزقك الله حتى غائية ولا تعليلية تعليلية لماذا هل لأن الحكم ما ينقطع بعدها يعني تستقم حتى يرزقك وبعد أن يرزقك تستقم أيضا أنت مأمور بالاستقام أيضا ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويخفص الكتاب بأحكام وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواثرا وهو معجز في لقضه ومعناه ونظمه وهل في بعض آية إعجاز فيه وجهان وما لم يتواتر ليس بقرآن والبسملة آية منه وبعض آية في النم والقرآن قال ويشتركان أي الكتاب والسنة في التواتر فالقرآن كله متواتر والسنة يوجد جملة منها متواترة قال وهو أي التواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب خبر جماعة يمتنع في العادة أن يتواطؤوا أي يتفقوا على الكذب وشرط التواتر أن تكون هذه الكثرة التي تمنع التواطؤ على الكذب في كل طبقة من طبقات السند في كل الطبقات طبقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى الكتب المدونة هذا هو التواتر والتواتر نوعان تواتر لفظي مثل من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه متواتر بلفظه ورواه عدد كبير من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنه أو التواتر المعنوي وهو الأكثر أكثر المتواتر هو من طبيل المتواتر المعنوي فمثلا المسح الخفي جاءنا بطريق التواتر أو لا حاد بطريق التواتر فأخبار مسح الخفين كثيرة جدا الحوض الشفاعة حياة البرزخ نعيم القبر أو عذابه نحو ذلك كلها الكوثر وغير ذلك كلها جاءت بأخبار كثيرة فهي من قبيل المتواتر المعنوي قال ويختص أصلح الغلط عندكم مكتب ويخص أكتب ويختص ويختص الكتاب بأحكام أي هناك أحكام ينفرد بها الكتاب العزيز عن السنة المشرفة منها منها أنه ما نقل بدل وهو اجعل أنه منها أنه ما نقل منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً هذا الحكم هذا الحكم الأول الذي يختص به الكتاب العزيز وهو أن جميعه بين الدفة إلى الأولى إلى الثانية كل ما بين الدفتين كله متواتر بخلاف السنة ففيها المتواتر وفيها الآحات قال وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه هكذا العبارة أصلحتم خطأ وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه نعم لا شك في هذا هذا القرآن كله معجز في لفظه أي كلمات المفردة وفي نظمه ترتيب الجمل في الآية وترتيب الآيات أيضاً معجز أيضاً ومعناه فأن معاني الكتاب العزيز معجز ولا شك أعجزت العرب البلغاء أن يأتوا بمثله قال وفي بعض آية إعجاز هكذا العبارة لأن تحذفون هل وتحذفون فيه وجهان ليست من المتل هات هاتان الكلمتان ليستا من المتل فتكون العبارة وفي بعض آية إعجاز نعم يعني العجاز يدخل في الآية ويدخل في بعض الآية قال وما لم يتواتر ليس بقرآن ما نقل على أنه قرآن لكن الطريق كان أحادياً فإنه لا يسمى قرآن إنما يسمى قراءة شاذة أو قراءة ضعيفة أو قراءة باطلة عدة أسمال مسمى واحد قال والبسملة آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة ذكر ثلاثة أشياء في البسملة والبسملة آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة إذن البسملة آية من القرآن لأنها نقلت معه فالمصاحف منذ زمن الصحابة إلى يومنا نجد البسملة موجودة في المصحف فهي آية من القرآن وبعض آية من سورة أنم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة فالفاتحة سبع آيات وليس منها البسملة قال أحسنت أثنين لا قالون نافع نافع قالون ينوي عن نافع طيب نافع وأيضا ابن كثير عبد الله ابن كثير المكي نعم ما هو ورش ورش عن نافع ابن عامر نعم أحسنت ابن عامر إذن عندنا ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمر بن العلاء أحسنت ما أسمع وعاصم أحسنت نعم كيف وحمز الزياد والكسائي الإمام الكوفي نسيت كسائي نعم وحفز كما ذكر زميلك أحسنت نعم هؤلاء هم السبعة والصحيح القراءة عشر الطبع المتواترة قال وما صح من الشاذ اقرأ نعم وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصف به الصلاة وهو حجه وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة أحسنت قال وما صح من الشاذ أي وما صح سنده من القراءة الشاذة التي رويت على أنها من القرآن لكن الإسناد كان أحاديا فإذا صح ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة يعني في الأحكام القراءة الشاذة لا يصح القراءة بها في الصلاة لكن تكون حجة في الأحكام الشرعية حجة في الأحكام الشرعية لأنها إما قرآن أو حديث الأول امتنع بسبب الأحادية فيكون على الأقل خبرا صحيحا فيجب اعتباره ولا يجوز إهماله نعم ومثال القراءة الشاذة قراءة ببسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات أين القراءة الشاذة متتابعات فيعمل بها ويجب أن يكون الصيام متتابعا نعم يعني في كفارة اليمين قال وفي القرآن المحكم والمتشابه يوجد القرآن المحكم وهو ما اتضح معناه بنفسه يفهمه كل قارئ من يعرف لسان العرب ومتشابه والمتشابه إما شيء استأثر الله بعلمه أو شيء يحتاج إلى غيره في البيان يحتاج إلى غيره ليبينه كما قلنا من قبل في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فيقول القائل وما حقه كابد خرج قاله كان محكما ما سأل بدل على أنه متشابه ثم يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قدر المخرج فيصير حينئذ محكما سير مبينا واضحا قال وليس فيه ما لا معنى له أضيف كلمة ماء في بعض النسخ المطبوعة سقطت ماء وليس فيه ما لا معنى له وبعدها أيضا جبلة ساقطة وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله عيد عيد العبارة وليس فيه ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله قال وليس فيه أي القرآن ما لا معنى له كل ما في القرآن له معنى علمه من علمه وجهله من جهل فلا يجد فيه كلام مهمل لا معنى له قال وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله ولو عبر المؤلف رحمه الله بكلمة يعلم بدل كلمة يفهم لكان صوابا العبارة اللائقة أن يقول وفيه ما لا يعلم معناه إلا إلا الله يعني مثل بعضهم بالحروف المقطعة عند من يقول إن الله استأثر بعلم معاني هذه الفروف في أوائل الصور قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد أي واجتهاد محظ يعني لا يأتي إلى الآية فيفسرها مباشرة بناء على اجتهاده من غير أن ينظر في النقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تفسيره فلا يصح أن يبادر بالاجتهاد من غير نظر في الأدلة النقلية وإلا الاجتهاد يدخل كل العلوم الشرعية بما فيها التفسير قال ولا بمقتضى اللغة ولا بمقتضى اللغة يعني لا يفسر القرآن بمقتضى اللغة فقط لابد من كلمة فقط وإلا اللغة لها مدخل في معرفة معاني الكتاب العزيز بل هي شرق في المفسر أن يعرف لغة العرب النحو والصرف والبلاغ إلى آخرين وتختص السنة بأحكام وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو إقراراً وللخبر سيقة تدل بمجردها عليه وهو كلام يدخله الصدق والكذب وغيره إن شاء وتنبيه وتنبيه ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء أحسنت بعد أن ذكر ما يخص الكتاب العزيز المباحث التي ينفرد بها الكتاب العزيز ذكر الآن المباحث التي تنفرد بها السنة المشرفة فقال وتختص السنة بأحكام وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو إقراراً قولاً أو فعلاً أو إقراراً القول وهو كثير إنما الأعمال بالنيات هذا قول والفعل نعم مثل لا يعني الفعل يعني السنة تنقل بطريق الفعل ما أسمع القيام إلى الصلاة طيب نعم يعني فعله صلى الله وسلم المناسك للصلاة نعم وحديث أضرش واستواك نعم طيب أحسنت والحديث الذي في البخاري عن عمر بن أمي الضمري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى العمامة أو قال على عمامته وخفيه فالآن هل هناك قول أو فعل هذا فعل قونه مسح على العمامة وعلى الخفّي نعم قال وطبعاً ويدخل في الفعل يدخل فيه الإشارة وتدخل فيه الكتابة يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم خنس إبهامه في الثالثة عقد إبهامه في الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا فنعرف الصحابي أن الشهر يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين هذا إشارة أو الكتابة يكتب إلى عماله في الأمصار مثل كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم وفيها أنصبة الزكاة هذا من الفعل أيضاً قال أو إقراراً مثل إقراره صلى الله عليه وسلم على العزل وهن جامع الرجل برأته ثم ينزل خارج الفرج أو الإقراره صلى الله عليه وسلم الناس على أكل الخيل هذا إقرار والضب نعم إقراره قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه الخبر له صيغ تدل بمجردها عليه ومن صيغه المبتدى والخبر المبتدى والخبر ومن صيغه الفعل والفاعل ومن صيغه الشرط والجزاء عدة صيغ للخبر زيد قائم هذا خبر قام زيد خبر خبر إن قام إن قام زيد فله درهم خبر إذا المبتدى والخبر الفعل والفاعل الشرط والجزاء هذه من صيغ الأخبار قال تدل بمجردها عليه أي أن مجرد الصيغة وهي الجملة تدل على أن هذا إخبار ولا نحتاج إلى قرينة الواقع يعني لا نحتاج إلى نظر آخر غير الصيغة فمن مجرد النطق بها نعرف أنها خبر قال وهو كلام يدخله الصدق والكذب لاحظون أنه عطف بحرف الواو وسبق الكلام على هذا فلا يرد قول القائل كيف يتصور الصدق والكذب في الجملة الواحدة لأن الكذب نقيض الصدق فنقول لا يلزم هذا لأن الواو لا تفيد القران والمعية قال وهو كلام يدخله الصدق والكذب يعني لغة يعني لغة من حيث اللغة فقول الثقة الضابط الحافظ لو قال حضر زيد من السفر هذا خبر هذا خبر ولا إنشاء خبر يدخله صدق والكذب كيف يدخله وهو ثقة والثقة يجب قبول خبره الثقة يجب أن تقبل خبره فنقول من جهة اللغة يعني محتمل الصدق والكذب لذاته أي من جهة اللفظ من جهة اللغة أي يصح في اللغة أن يقال لقائله صادق أو يقال كاذب في اللغة لكن بغير اللغة بعض الأخبار لا تحتمل إلا الصدق وبعض الأخبار لا تحتمل إلا الكذب فأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم هي صدق قطعا وخبر أهل التواتر صدق قطعا وقول مسيلمة الكذاب قوله إنه نبي هذا كذب قطعا ومع ذلك يسمى خبرا ويصدق عليه الحد والتعريف لأن الكلام من جهة اللغة لا من جهة الواقع ولا النظر إلى أمر خارجي ولا إلى القرائد قال وغيره إنشاء وتنبيه غير الأخبار تكون إنشاء يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى إنشاء ويسمى أيضا تنبيها مصطلحا لفظان لمعنى واحد ثم قال ومنه الضمير يرجع إلى ماذا إلى أقرب مذكور ما هو أقرب مذكور الإنشاء والخبر الإنشاء ومنه أي ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام هذه ثلاثة والتمني والترجي خمسة والنداء كم ستة نعم أحسنت وبعضهم زاد ماذا العرض والتحذيض والقسم يعني هناك معاني أخرى لم يذكرها المصنف نعم لا القسم مذكوري شيء لا القسم مذكوري لا هو الذي ذكرها سبعة صح سبعة ومنها القسم نعم لكن العرض والتحذيض لم يذكرها فصارت كم تسعة مع الخبر عشرة وهذه يسمونها المعاني العشرة في الكلام يعني في بعض كتب الأصول تجد يقول المعاني العشرة فلا تظن أنها الاحتمالات العشرة التي ذكرها الرازي وغيره وإنما يقصدون هذه التي ذكرناها الخبر وتسعة من الإنشاء فصارت صار المجموع عشرة الأمر والنهي والاستفهام والتمني الأمر والنهي والاستفهام مرت معنا وهي واضحة والتمني والترجي ما الفرق بينهما من يعرف من يعرف البقيضي نعم إذن التمني يكون في شيء الذي هو محال وقوعه أو بعيد الوقوع بعيد جدا وأما الترجي فهو في الشيء القريب الحصول الذي يمكن حصوله وقول الفقير ليت لي مالا كثيرا مثلا أو قول امرأ القيس ألا ليت قول نعم قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هذا تمني ولا ترجي هذا تمني لأنه يستحيل أن الكبير السن يرجع شابا لكن الترجي في الأمر الذي يمكن حصوله طيب القسم واضح والنداء كذلك العرض والتحذيض ما الفرق بينهما العرض والتحذيض أحسنت أحسنت ممتاز إذن العرض هو طلب برفق ولي وأما التحذيض ففيه شيء من الشدة واضح لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ واضح يعني فيه شدة لكن لولا إذ سمعتموه واضح ولو قلت ألا تزورنا هذا يعني عرض قال وَمِنَ السُّنَّةِ التَّوَاتُرُ وَالْآحَادُ وَهُوَ مَا عَدَى التَّوَاتُرُ التَّوَاتُر سَبَق ثم قال الأحَاد هو مَا عَدَى التَّوَاتُرُ التَّوَاتُرُ وَلَا يُقُونَ وَلَا يُقُونُ الخَبَرُ مَرْوِيًّا مِنْ جَهَةِ عَدَدٍ كَبِيرٍ يَسْتِحِيلُ للعادة أن يتواطَو على الكذب أو يكون كذلك لكن في بعض طبقات السند فإنه يكون حديثا أحاديا وشرط التواتر هو أن يكون العدد الكثير في كل طبقة أما لو اختل في بعض طبقات يسمى أحاديا قال وَلَوْ زَادَتْ نَقَالَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ يعني حتى لو زاد الخبر زاد الرواة عن ثلاثة فإنه يبقى أحادا يبقى أحاديا إلى أن يبلغ عددا يستحيل في العادة أن يتواطَ مثلهم على الكذب قال وَيُشْتَرَطُ لِلرَّاوِي فرأت هذا شيء وَيُشْتَرَطُ لِلرَّاوِي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة ولا يشترط لقورته ولا روايته ولا فقهه ولا يشترط عدم عداوته أو عدم قراءته ولا يشترط سمع ولا بصر والصحابة عدود وهم من رأى النبي عليه السلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعله أحسنت قال ويشترط للراوي راوي الحديث يشترط له العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والشرطان الأولان شرطان في التحمل والأداء يعني العقل والبلوغ شرطان في التحمل وفي الأداء وأما الأخيران الإسلام والعدالة فشرطان في الأداء فقط لا في التحمل رضح قال وَلَا يُشْتَرَطُ ذُخُورِيَّتُهُ أضيف الياء يأتي معنا إن شاء الله هذه مراسيل يسمى مراسيل حسن هو حده العلماء بخمس سنين بعض وبعضهم قال ليس له حد المهم أنه يدرك الخطاب فاضح يعني سند التحمل إما خمس كما يقول بعضهم وإما أن لا يُشْتَرَطُ سند لكن المهم أنه يفقه الخطاب يعي ما يسمع نعم قال وَلَا يُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ فالإناث يرمو وأمهات المؤمنين يرمو لحديث ومن بعدهم من طبقة الصحابة يوجد رواة من الإناث من النساء وَلَا رُؤِيَّتُهُ أي لا يُشْتَرَطُ أن يكون مُبْصِرًا لا يُشْتَرَطُ رؤيته أي بصاره ولا كذلك رؤية الراوي بأن يكون التلميذ يرى الشيخ ليس شرطًا فإن الصحابة رووا بعض الصحابة رووا عن المؤمنين عائشة من وراء حجاب وَلَا فِقْهُ لا يُشْتَرَطْ أن يكون فَقِيهًا فَقِيهًا ولا يُشْتَرَطْ أيضًا بل لا يُشْتَرَطْ أن يفهم معنى ما روى فقد يقول الناقل للحديث يعني ليس فقيهًا ولا يفهم معنى ما ينقله لكنه حافظ له ضابط حينئذًا يُقْبَلْ خَبَرُهُ ولا عدم عداوة ولا عدم عداوة يعني بين الشيخ التلميذ طبعًا لا يُشْتَرَطْ هذا لا يُشْتَرَطْ اندفاء العداوة المهم أنهما ثقة ثقتان مدام أنه ثقة فسوف يروي على الصواب ولا يلتفت إلى أمور العداوة والبغضاء قال أو عدم قرابة ضعوا بدل الهمزباءً ولا عدم قرابة الرواية ليست كالشهادة فالشهادة يُشْتَرَطْ فيها هذا الشرط عدم القرابة الأب هل يشهد لابنه والابن يشهد لأبيه ما يُقْبَل عن في الشهادة لكن في الرواية يروي لأنه ليس محل تهمه قال ولا سمع ولا بصر لا يُشْتَرَطْ أن يكون سميعاً بل الأصم لأن الأصم يفهم بالإشارة ولا بصر وهذا سبق قال والصحابة عدود يعني جميعهم هذا أمر معروف مجمع عليه حكاه بن عبدالبر وغيره من العلماء أن الصحابة رضوان الله عليه مجمعين كلهم عدود ثم قال وهم تعريف الصحابي من هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً أو اجتمع به ولم يره لعلة الصحابي من هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ومات على الإسلام أي أن الشرط يموت على الإسلام أو اجتمع به وصحبه فيخفي الرؤية ومن باب أولاء الصحبة أي البكث معه مدة ولم يره لعلة يعني مثل فقدان البصر فابن أم مكتوم صحابي أو لا صحابي مع أنه كان أعمى قال وأعلى مقام الرواية اقرأ وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار ليضي عنه ولرواية الصحابة ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني ثم قال أو ثم أمر أو نهى أو أمرنا أو نهانا ثم من السنة كذا أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون لنضيف إلى زمن النبوة حجة نعم قال ولرواية قال قبلها وأعلى مقام الرواية إلى آخره هذا ترتيب طرق التحمل ترتيب طرق التحمل فقال أعلاها كراءة الشيخ أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع سواء قرأ الشيخ من كتابه أو من حفظه سيّا ثم قراءته أي التلميذ على الشيخ في معرض الإخبار في معرض في معرض الإخبار بدل معظم تصير ماذا؟ معرض وبدل الأخبار تصير الإخبار بكسر الهمزة في معرض الإخبار ليروي عنه أي لهذه الرتبة رتبة أخرى وهو أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع بشرط ما هو الشرط؟ أن يكون في معرض الإخبار أي التحديث أي أن يكون قصد الشيخ المروع عنه قصده التحديث لأن الحديث قد يقرأه التلميذ والغرض منه غير التحديث كالمدارسة أو أن يسمع لغته مثلاً أو أن يعني يستدل على مسألة من مسائل العلم أو غير ذلك من المقاصد فحينئذ ما يصح التحديث عنه بأن يقول أخبرنا أو حدثنا لأن الشيخ ما قصد بسماعه من تلميذه التحمل عنه قال يروي عنه هذا المقصود يكون في معرض التحديث بقصد أن يروي ويتحمل عنه التلميذ فيرويه لغيره هذا لابد منه عند قراءة التلميذ وسماع الشيخ قال ولرواية الصحابة هذا ترتيب صيغ الأداء ترتيب صيغ الأداء والصيغ إما تكون للصحابة وإما لغير الصحابة فبدأ بالصحابة رضوان الله عليه فقال ولرواية الصحابة ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني أبو أمام الباهلي ماذا يقول في الصحيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب سمعت والصحابة قد يأتم بكلمة سبعت قال ثم قال ثم أمر أو هذه اضرب عليها بخط خط مائل ليست من المثل ثم قال ثم أمر أو نهى وأمرنا وأمرنا أو نهانا هكذا العبارة بعيد طيب ثم قال ثم أمر أو نهى وأمرنا أو نهينا وأمرنا أو نهانا أو نهانا يلي هذه الرتبة رتبة أخرى وهو أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير كثير جدا في الحاديث ثم أمر وهي كثيرة أيضا في الحاديث أو نهى أو أمرنا أو نهينا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت حبيث بن عباس رضي الله عنه أمر الناس يعني مثل أمرنا حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز حديث معطية رضي الله عنها رهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قال وكذلك أمر أو أمرني أو أمرنا كلها بمعنى واحد حديث زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كتاب اليهود أو كما قال رضي الله عنه يعني لغة قال ثم من السنة أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة إذن يلي هل هي رتبة رتبة ثالثة وهي كلمة من السنة كذا وكذا فعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على التيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج التيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم أو كما ورد قوله من السنة وبن مسعود يقول رضي الله عنه يقول مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان مضت مضت السنة فهي مثل جرت وكلمة من السنة كنا نفعل أو كانوا يفعلوا قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزلوا والقرآن ينزلوا ماضح أو كانوا يفعلوا إن أضيف إلى زمن النبوة الضمير في أضيف يرجع إلى أقرى المذكور وهو كنا نفعل وكانوا يفعلوا أي شرط الحجية فيه في كنا نفعل وكانوا يفعلون أن يضاف إلى زمن النبوة زمن التشريع زمن نزول القرآن ليصير حينئذ حجة لأنه يثبت له حكم الرفع ولو لم يرفع في اللط في الضراوي قول الأسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه أو كباورة فله حكم الرفع لأنه يبعد أن لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول علم به وأقرهم قال ولغير الصحابة ألفاظ هذا ترتيب سياغ الأداء هو تابع للترتيب سياغ الأداء لكن عند غير الصحابة وقال نعم ولغير الصحابة ألفاظ فيقول سمعت وحدثني وأخضرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ ثم بعد ذلك الإجازة وهي أقسام إجازة معين لمعين أو لمعين بغير معين وتجوز لموجود ومعدوم تبعا لموجود ولا تجوز لمعدوم محي والوجادة نعم إله نحسن قال ولغير الصحابة ألفاظ أي صياغ أداء ويقول الراوي من التابعين ومن بعدهم سمعت وحدثني وأخضرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ وكلها بمعنى واحد أو متقارب ومنه من يفرق من العلماء بين حدثني وأخضرني وبين سمعت وأما وصيغة الجمع والإفراد فالفرق بينهما أنه إذا حدثه مع جماعة قال أحدثنا وأخضرنا وإذا بمفرده قال حدثني وأخضرني عند من يقول بالتفريق قال ثم بعد ذلك الإجازة وهي أقسام يعني أن يجيز الشيخ تلميذه بأن يروي عنه الحديث هذه الإجازة قال وهي أقسام ولو قال وهي قسمان ده كان أحسن أو لا القسم الأول إجازة معين لمعين معين الأولى ترجع إلى المروي شيء المروي لمعين أي للشخص شخص معين بأن يقول لتلميذه زيد مثلا أجزتك برواية صحيح البخاري عني هذا معين لمعين أو القسم الثاني أو لمعين بغير معين أن يقول لزيد ماذا أجزتك أن تروي عني ما صح من مسموعات أو أن تروي عني مرويات ما حدد كتابا معين قال وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود ولمعدوم أضيفه حرف الميم وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود ولا تجوز لمعدوم محضل يعني شرط الإجازة هو الإجازة لموجود هذا واضح أجزتك يا زيد برواية ما صح عني ما صح لي من مسموعات والمعدوم شرطه أن يكون تابعا للموجود يقول أجزتك أن تروي عني ولمن سيولد لك وهم غير موجودين ما ولدوا بعد لكن يجوز لأنهم تبعوا لكم قال ولا تجوز لمعدوم محضل فلا يصح أن يقول أجزت لمن سيولد من المسلمين هذا تبع لمن ما حدد أحدا حتى يكون تبعا له ماضح فعينئذ لا يصح لأنهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال قال والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت هكذا المثل والله أعلم والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت الوجادة هو أن يعثر التلميذ على كتاب لشيخه فهل صح أن يروي بها بمعنى يقول حدثني شيخ أخبرني لا ما يصح ووجده فقط ما تحمل منه فعينئذ لا يصح قال بل يقول وجدت وجدت كتاب لشيخك أمن يقول حدثنا أخبرنا ما يصح ثم قال وإنكار الشيخ اقرأ وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع والزيادة من الثقة مقبولة مفضية أو معنوية وحذب بعض الخبر جائز إلا في الغاية والإسناد ونحوهما ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي قال وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع الإنكار هو أن يأتي الشيخ فيروي لتنميذه وهما ثقتا حديثا لنقول مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات ثم يأتيه بعد سنة مثلا فيقول تذكر الحديث الذي رويته لي قبل عام حديث إنما الأعمال بالنيات فيقول لا أعرف أو يقول ما رويته لك إذن الشيخ ينكر وهو ثقة والتلميذ يثبت وهو ثقة فهل يرد الحديث ويصير انقطاعا السند فنقول إذا كان إنكار تكذيب وجحود فإنه يرد الحديث يعني الشيخ متأكد يقول أنا أعرف مسموعاتي وأعرف من رويت له وأنت لست منه أو يقول هذا الحديث ليست منه فهذا إنكار جحود وتكذي فلا يقبل معه الحديث يصير ضعيف منقطعا وأما إن كان إنكار شك وتردد فإنه يقبل على الصحيح يعني ما يكذبه بل يقول لا أذكر لا أعرف لسيت لا أدري الآن هل يكذبه هل يجزم بغلط تلميذه وما يجزم إنما يتوقف يقول أنا أشك لا أتذكر والصحيح إنه يقبل ومن أمثلته مروي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قضى باليمين مع الشاهد ثم وقال سهيل حدثني ربيعة وهو تلميذ عني دليل على أنهم مجوزون رواية الحديث مع إنكار طاوية قال والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية إذا رو جماعة حديثا وجاء آخر ثقة أيضا مثله وراوى الحديث بزيادة في لفظه طبعا الذي هم علماء وصوله زيادة في اللفظ ثم الزيادة في الإسناد هذا عند أهل الحديث وإذا زاد في لفظ الحديث زيادة أهل تقبل الصواب أنها تقبل سواء كانت كما قال المؤلف لفظية أو معنوية وهذا يعني استلاح وإلا كل الزيادتين هي في اللفظ هي كلاهما في اللفظ لكن أراد باللفظية ما لا يؤثر في الحكم ما لا يؤثر في المعنى مثل وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحم زاد بعضهم ربنا ولك الحم أين الزيادة الواو فهل تؤثر في المعنى تؤثر في الحكم الشرعي ما تؤثر فيصمونها زيادة لفظية يعني في مجرد في مجرد اللفظ وأما الزيادة المعنوية فهي زيادة في اللفظ لكنها مؤثرة في المعنى في الحكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفقر على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى فزاد بعضهم من المسلمين من المسلمين هذه زيادة مهمة لأن الرجل قد يكون بعض أرقائه ليسوا مسلمين فما يجب الإخراج عن عبده الكافر هذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وزاد بعضهم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا أين الزيادة وتربتها هل تؤثر في المعنى نعم الأول فيه تعميم الأرض جعلت طهورا يتيمن بأي شيء في الأرض ولو كان صخرا ولو كان حجرا والثاني يقيد بالتربة هي التي يتيمن بها فالزيادة هنا تؤثر في المعنى قال وحذف بعض الخبر جائز حذف بعض الخبر جائز وهذا كثير كان ولا زال إلى اليوم إنما الأعمال بالنيات ويسكت يجوز يجوز ويحذف ما بعده وإنما لكل امرئ ما نواف من كانت هجرته إلى آخره يحذفه من الحديث هذا لا بأس به قال قال إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما أين الذي أصلحتمه الإسناد يسير والاستثناء والاستثناء إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما لماذا هذه الأمور لا يجوز حذفها أحسنتم لأنها تخل بالمعنى تخل بالمعنى أمرت وأن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال وإقتصر أمرت وأن نقاتل الناس أليس يفسد المعنى يفسد المعنى المقصود فلا يجوز حين هذا الحد أو مثلا الاستثناء لا نكاح إلا بولي فيأتي ويقول لا نكاح ويسكت عن الاستثناء يجوز هذا لا ما يصح هذا لأنه يفسد المعنى أنه ينفي حل النكاح يسير المعنى ونحوهما مما يخل بنظم الكلام فعيد إذن لا يجوز مثل إنما الولاء لمن أعتق لو سكت عن المحصور يعني لو قال إنما الولاء وسكت صح هذا لا يصح لأنه ما ينتظم الكلام قال ويجوز رواية الحديث بالمعنى هذا واضح رواية الحديث قد تكون باللفظ وقد تكون بالمعنى لكن ينبغي له حينئذ أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد أو بنحوه بنحو هذه العبارة قال ويقبل مرسل الصحابي الصحابة ليسوا في سن واحدة بل بعضهم الكبير وبعضهم الصغير بعضهم يروي مباشرة يسمع أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يروي بواسطة مرسل الصحابي واضح هو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طاول والغالب أنه وإن لم نعرفه هو محذو في السند لكن الغالب أنه سوف يكون صحابية لأنه يبعد أن الصحابي يروي عن التابعي وإن وقع هذا لكنه وقع نادرا جدا فحين نحمل الشيء على الكثير الغالب لا على القليل النادر فإذا روى الصحابي حديثا لا يمكن لمثله أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه فإنه يسمى مرسل صحابي مرسل صحابي وهو حجة يكون حجة فقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة قالت الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي أذوات العدد عائشة تروي طيب متى متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قبل أن تولد هي أصلا واضح ويسمى مرسل صحابي وحينئذ نقول إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أي بعد أن كبر فصار في سن التحمل أو نقول رواه عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول فلا يضر إسقاطهم من السند ونكتفي بهذا القدر وآخر دعمانان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر